بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنطقة في الأحكام الشرعية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قدم لنا أن مما يجب للميت تكفينه تكفينه بالثياب إلا بالثياب يعني غير ثيابه التي مات فيها غير ثيابه التي مات فيها تكون جديدة وتكون من الأبيض هذا هو السنة والأفضل إلا الشهيد فإنه يدفن بثيابه التي قتل فيها وعليها آثار الدم لتكون علامة على شهادته يوم القيامة يأتي يوم القيامة يثعب دم لونه لون الدم وريحه ريح المسل نعم باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد الشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم فواهو أحمد وأبو داود وابن ماجه شهداء أحد يعني وقعة أحد وهي الوقعة التي حصلت عند جبل أحد قريب المدينة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين الذين جاءوا لينتقموا إما أصابهم في وقعة بدر قد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم رتب أصحابه وجعل طائفة من الرمات المهرة جعلهم على الجبل جبل من ورائهم يحمون ظهور المسلمين لأن لا ينقض عليهم العدو الغنائم فظن الرمات الذين على الجبل أن المعركة قد انتهت وأنه لم يبقى إلا جمع الغنائم فقالوا ننزل نشاركوا إخواننا في جمع الغنائم قال لهم أميرهم ذو الله بن جبير رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزلوا لا تتركوا الجبل لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا ولكنهم أصروا ونزل ولم يبقى إلا أميرهم وقليل معه فالمشركون اغتنموا الفرصة انتهزوا الفرصة نقضوا على المسلمين من خلفه أصبح المسلمون بين الكفار من الأمام ومن الخلف داركت في المعركة من جديد فحصل على المسلمين ما حصل قتل منهم سبعون استشهد منهم سبعون وحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجأ في رأسه وكسرت رباعيته سنه الرباعية وعثر في حفرة عليه الصلاة والسلام عقوبة هذه عقوبة لمعصية هؤلاء النفر من الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا لما حصلت هذه المعصية من بعضهم عمت العقوبة جميعهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من عقوبة هذه المعصية الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أعلموا أن الله شديد العقاب فعمت العقوبة بسبب معصية بعضهم فالله جل وعلا قال وَلَقَدْ صَدَقُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ أي تَقْتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ أي بِشَرْعِهِ إِذْنِهِ الشَّرْعِي حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون يعني من النصر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يبتليكم ثم بشرهم فقال وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ والله ذو فضل عظيم فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب معصية من بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحذير للمسلمين من معصية ولي الأمر في كل شيء ليس فيه معصية تجب طاعة ولي الأمر في كل أمر ليس فيه معصية لا تجوز مخالفته لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم علي بن عباس رضي الله عنه ما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود هذا هو الشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء شهداء أحد رضي الله عنهم أن تنزع عنهم ينزع عنهم الحديد و آلة الحرب وتترك عليهم ثيابهم يدفنون فيها نعم وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم نعم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بدمائهم التي سالت على عثر الاستشهاد في سبيل الله وثيابهم التي قتلوا فيها ليبقوا على صورتهم يوم أن قتلوا ويبعثهم الله يوم القيامة على هذه الصورة المشرفة الصورة العظيمة نعم وعن عبد الله بن تعلبة رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا قال ما علمت أن احدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية نعم وعن عبد الله بن تعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم بثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهطة زملوهم بثيابهم يعني يدفنوهم بثيابهم ولا تنزعوها عنهم نعم وجعل يدفن في القبر الرهطة ويقول قدموا أكثرهم قرآنا رواه أحمد لما كان الشهداء كثيرين يشق على الصحابة أن يحفروا لكل واحد قبر فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن في القبر أكثر من واحد تيسيرا على المسلمين لهذا اليوم دل على جواز ذلك إذا كثر الموت أو القتل وشق أن يحفر لكل واحد قبر فإنهم يدفنون دفنا جماعيا الاثنين والثلاثة لقبر واحد تسهيلا على المسلمين وأيضا يقدم إلى القبلة أفضلهم أفضلهم أخذم لكتاب الله يقدم حفظة القرآن على غيرهم لفضلهم إلى القبلة نعم باب نعم عيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم زملوهم يعني ادفنوهم في ثيابهم غطوهم زملوهم يعني غطوهم غطوهم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا المزمل هو المتغشي بثيابه النائم المتغطي نعم وجعل يدفنوا في القبر الرهط ويقول الرهط هم القوم من ثلاثة إلى تسعة يسمون رهط يسمون بضع بضع من الثلاثة إلى التسعة نعم وجعل يدفنوا في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا رواه أحمد أكثرهم قرآنا أكثرهم حفظا للقرآن لفضله يدل هذا على شرف حفظ القرآن الكريم وشرف الحفظة إذا كانوا يعملون بما في القرآن ولم يقتصروا على مجرد الحفب والتلاوة والصحابة لا شك أنهم أولى الناس بالعمل بالقرآن وأول الناس عملا بالقرآن نعم باب تطيب بدن الميت وكفانه إلا المحرم تطيب بدن الميت وهو ما يسمى بالحنوط الحنوط وهو الطيب الذي يجعل على بدن الميت وفي أكفانه فيجعل في هذا هذا السنة الميت يحنط يعني يطيب إلا إلا المحرم فإن المحرم إذا مات وهو محرم يجنب الطيب لأن إحرامه باق عليه كما ياتي نعم باب تطيب بدن الميت وكفانه إلا المحرم بدن الميت يعني يطيب بدنه وكفانه بالطيب طيب من أي نوع الطيب الذي يصاحب الميت ويشم منه رائحة طيبة تشريفا له نعم باب تطيب بدن الميت وكفانه إلا المحرم عن جابر رضي الله عنه إلا المحرم فإنه لا يطيب ولا تغير ثياب الإحرام التي عليه نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد أجمرتم يعني بخرتم الإجمار هو التطيب بالبخور أجمروه ثلاثا يعني على الوتر يقطعوه على وتر أفضل نعم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا قواه الجماعة نعم هذا الحديث فيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا على راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة فسقط عن راحلته ووقصته يعني رفسته برجلها فمات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أمر أن يغسل بماء وسدر يغسل بماء وسدر يعني بمادة منظفة مع الماء يعني للصابون الذي ليس فيه طيب الصابون الذي ليس فيه طيب مثل السدر وهو ورق السدر فإنه مادة منظفة إذا دقت ووضعت مع الماء ونحو ذلك من عنواع المنظفات التي ليس فيها طيب بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الإحرام الإزار والرداء ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه فدل على أن الميت غير المحرم أنه يحنط بالطيب في بدنه وفي ملابس أكفانه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه لا تغط رأسه يترك رأسه مكشوفا في القبر أما غير المحرم فيغطى كله لما في ذلك رأسه في الكفن أما المحرم فيبقى مكشوفا رأسي ثم علّل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي على الصفة التي مات فيها عليه ثياب إحرامه مكشوفا رأس يلبي يقول لبيك اللهم لبيك هذا في دليل على أن المحرم إذا مات في إحرامه أنه يجنب هذه الأشياء لأنه لا يزال محرما إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هو محرم ويبعث يوم القيامة محرما بيانا لشرف هذا المظهر العظيم لاقي ربه به إنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفيه دليل على أنها لا تقضى ولا يناب عنه في بقية أعمال الحج لا يناب عنه في بقية أعمال الحج بل هو باق فيها هو باق فيها لا يحتاج إلى نيابة نعم وللنساء وللنساء عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما يعني لا تغير فيها تترك عليهم لابس الإحرام مزار وردة نعم واغسلوه بماء وسدر ماء وسدر السدر معروف هو الشجر المعروف ورقه منظف إذا دق واغسل به فإنه ينظف الجسم وينظف اليدين نعم وكفنوه في ثوبيه ثوبي الإحرام الإزار والرداء نعم ولا تمسوه بطيب نعم العادة أن الميت يطيب ويسمى الحنوط المحرم لا لا يطيب لأنه محرم والمحرم يتجنب الطيب نعم ولا تخمر رأسه تخمير التغطية يعني لا تغطو رأسه نعم فإنه يبعث يوم القيامة محرما على إحرامه والمحرم لا يتجنب المحضورات برات الإحرام ومنها تغطية الرأس الذكر ومنها الطيب ومنها تغيير ملابسه يترك بمثياب الإحرام نعم أبواب الصلاة على الميت من أحكام الجنازة ومن حقوقها أنه يصلى عليها صلى على جنازة المسلم ويدعى لها وهذا يدل على فضل هذا الدين وأنه يعتني بالمسلمين أحياء وأموات نعم أبواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الأموات منهم من يصلى عليه أو سائر الأموات ومن لا يصلى عليه مثل الشهيد كما يأتي ومثل من عليه جريمة فمن عليه جريمة مثل الغال في سبيل الله فهذا لا يصلى عليه الإمام وأهل الفضل لكن يصلى عليه مسائر الناس كما يأتي لا يترك بدون صلاة لكن لا يصلى عليه أهل الفضل لأجل الردع لأجل ردع أمثاله نعم باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه أولا الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ابن عباس الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول من يصلى عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا ماتوا نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالاً يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه بن واجه نعم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وكفل صار الناس يدخلون عليه أرسالاً يعني جماعات جماعات ويصلون عليه فرادا لا يصلون جماعة ولا يأمهم أحد فليصلون عليه أفرادا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يقدم الرجال أولا يدخلون عليه ويصلون فإذا فرغ من الرجال تدخل النساء أرسالا ويصلين عليه فإذا فرغ النساء يدخل الأطفال ويصلون عليه أرسالا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره من المسلمين يصلون عليه جماعة بإمام ويكونون صفوفا خلف الإمام نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصديان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ولم يأم الناس على الرسول أحد كسائر الأموات هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي ترتيب الناس الرجال أولا ثم النساء ثم الأطفال النساء تقدم على الأطفال نعم رواه ابن ماجه وتمسك به من قدم النساء على الصديان تمسك بهذا الحديث من يرى تقديم النساء في صلاة الجنازة على الصديان وهم الصغار الذين لم يبلغوا نعم وتمسك به من قدم النساء على الصديان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد وحال قبرهم في ودفنهم في القبر الواحد إذا دفن رجال ونساء وأطفال في قبر واحد قدم الرجال إلى القبلة ثم خلفهم النساء ثم خلفهم الأطفال اللحد في القبر نعم ثانيا ترك الصلاة على الشهيد نعم ترك الصلاة على الشهيد في سبيل الله الشهيد في سبيل الله الذي قتل في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل هذا هو الشهيد هذا لا يصلى عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء وحد نعم عن أنس رضي الله عنه أن شهداء وحد لم يغسلوا ودفنوا 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 نعم لتبقى أثر الشهادة عليهم لم يغسلوا ويزال عنهم الدم لتبقى أثار الشهادة عليهم نعم أن شهداء وحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يصل عليهم هذا فالشهيد في المعركة لا يصلى عليه أما الشهيد الذي جرح في المعركة ونقل منها حياً ومات خارج المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه له حكم الجنائز نعم ولم يصل عليهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي الشهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة وهم الذين قتلوا في سبيل الله في المعركة شهيد في الدنيا والآخرة إذا كان يقاتل لإعلاء كلمة الله والنوع الثاني شهداء في الآخرة وليسوا شهداء في الدنيا فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم مثل المبطون الذي مات في بطن في إسهال مثل المرأة إذا ماتت في الوضع يعني في وضع الحمل ماتت في وضع الحمل هذه من الشهداء مثل من مات بحادث مفاجي كالحرق والغرق والهدم ونحو ذلك فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وهم شهداء عند الله في الآخرة لكن في الدنيا يعاملون معاملة الأموات نعم لم يغسلوا وذفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر وقد وقد رويت الصلاة عليهم في أسانيد لا تثوت نعم واختلف العلماء في الصلاة على الشهداء بعض العلماء يرى أنهم يصلى عليهم لعموم الدلة على الصلاة على الميت وفيها آثار لكنها لم تثوت أنهم يصلى عليهم والذي ثبت أنهم لا يصلى عليهم نعم وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثوت نعم ثالثا الصلاة على السقط والطفل الثلاة على السقط وهو من نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح هذا يعامل معاملة الجنائز إذا سقط من بطن أمه ميتا إذا سقط من بطن أمه ميتا أو مات بعدما ولد إنه يعامل معاملة جنائز المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين وأما من مات قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه يدفن بدون شيء لا يأخذ أحكام الجنائز ومعلامة أنه نفخت فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر إذا بلغ أربعة أشهر فهذا علامة نفخ الروح فيه لحديث ابن مسعود أن حدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما نطفة يعني من ثم أربعين يوم علقة ثم وأربعين يوما مضغة مضغة يعني قطعة لها ثم يرسل إليه الملك بعد الأربعين الثالثة إذا دخل في الأربعين إذا دخل في الأربعين الرابعة يرسل الملك إليه في بطن أمه فينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل ويأخذ أحكام الكبار نعم الصلاة على السقط والطفل عن المغيرة ابن شعبة فضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة فواه أحمد وأبو داود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها نعم هذا المشيع المشيعون الجنازة الركبان يكونون أمامها والمشاة خلفها الركبان يكونون أمامها والمشاة يكونون خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها هذا في التشييع والسقط يصلى على هذا محل الشاهد من الحديث والسقط وهو الذي نزل من بطن أمه لأربعة أشهر فأكثر نعم والسقط والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة الصلاة تشتمل على الدعاء للميت وإذا كان الميت لم يكلف إذا كان سقطا يعني لم يكلف يدعى لوالديه أيه قال اللهم اغفر لوالديه اللهم اغفر لوالديه واجعله ذخرا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظ به أجورهما نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عيمين الراكب الراكب خلف الجنازة يعني بالعكس ما قلنا الراكب يكون خلف الجنازة يعني هذا من باب السنة يكون خلف الجنازة والماشي أمامها نعم والماشي أمامها قريبا منها عيمينها أو عيسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها نعم وعيمينها وعيسارها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه وواه أحمد والنساء والترمذي وصحها قلت وإنما يصلى عليه قلت المصنف المجد رحمه الله نعم قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر نعم فأما أن يستكمل أربعة أشهر هذا هو السقط وقد تنفخ فيه الروح قبل أربعة أشهر لكن الحد الفاصل من أربعة أشهر فما هو نعم إننا لا نعلم إذا نفخت فيه قبل أربعة أشهر نعم وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح ليس بميت لأنه من الأصل ما نفخت فيه الروح إنما الميت هو من خرجت روحه للوفاة هذا هو الميت أما من لم تنفخ فيه الروح هذا لا يقال له ميت نعم وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ذلك يعني دليل ذلك نعم وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق في خبرها المصدوق فيما أخبر عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نعم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح واتفق عليه نعم لأربعة أشهر فأكثر هو وقت نفخ الروح بعين يوم نطفة يعني مني بعين يوم علقة يعني الدم وبعين يوم مضغة يعني قطعة لحم يكون فيه تبين فيه خلق إنسان من تفريض والأعضاء ونحو ذلك ثم في الأربعين الرابعة يتنفخ فيه الروح على يد ملك على يد الملك الذي يرسله الله نعم ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات إن أحدكم يجمع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما هذا النطفة نعم ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوم ثانية العلقة اللي هي الدم تحول النطفة إلى الدم نعم ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم تحول الدم إلى مضغة يعني قطعة لحم فيها أعضاء وفيها تفريض وفيها خلق إنسان نعم ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد نعم يكتب ذلك في جبهته في جبينه نعم ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه ينفخ فيه روح الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى والروح لا يعلمها إلا الله تحرك الإنسان بها ويسمع ويبصر ويمشي لكن تعرف الروح ما هي ما تعرفها هي بأمر الله سبحانه وتعالى نعم رابعا ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه هؤلاء هم الذين لا يصلى عليهم الغال الذي يغل من الغنيمة يأخذ منها قبل القسمة هذا لا يصلي عليه الإمام وكذلك قاتل نفسه الذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الإمام الذي يقتل نفسه بسم بحديدة بإسقاط نفسه من جبل ينتحر يسمونها الانتحار أو العمليات الاستشهادية كما يسمونها وهي عمليات ما هي باستشهادية عمليات لا تجوز قتل للنفس الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم وهذا ليس بشهيد كما يسمونه شهيدا الاستشهاد يقول له هذا ما هو باستشهاد هذا قتل للنفس ومن قتل نفسه فهو متوعد بالنار ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا لا ما هو الإنسان يقتل نفسه أبدا ما يقتل نفسه أبدا تحت أي ظرف لا يقتل نفسه ولكن يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله هذا هو الشهيد يقتل ولم يقتل نفسه نعم ينبغي يعرف هذا لأنهم لبسوا على الناس الآن بهذه الأمور نعم ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه عن زيد قاتل نفسه بأي سبيل ما يجوز للنسان يقتل نفسه لكن يقاتل في سبيل الله فيقتل نعم هذا شهيد يقتل عدوانا وظلما هذا أيضا هذا لم يقتل نفسه وإنما قتل نعم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله فاتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين فواه الخمسة إلا الترمدين ما كان للنبيين يغلل ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة فضيحة له فالغنيمة لا يجوز لأحد من الغزاة أن يأخذ منها إلا ما يُعطى من القسمة على حكمها وأما من يكتم منها شيئا هذا غال والعياذ بالله وهذا كبير من كبائل الذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه الرسول لم يصلي عليه لأن ذنبه عظيم ردعا له على الغال في سبيل الله فلا يصلي عليه الإمام ولكن لا تترك الصلاة عليه لأنه مسلم لا تترك الصلاة عليه يصلي عليه سائر الناس نعم فقال صلوا على صاحبكم لا صلوا على صاحبكم ما قال الله ما يصلى عليه صلى عليه لكن لا يصلي عليه الرسول والإمام إمام المسلمين لا يصلي عليه نعم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك لأنهم يريدون الله الخير لماذا لم يصلي عليه الرسول تعجبوا تعجبوا فتبين أنه غال في سبيل الله فتغيرت أجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله يعني الله أخبره أخبره الله أخبر رسوله بذلك وإلا هذا أمر خفي لكن الوحي فضح هذا الرجل نعم ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين يعني فالغلول وإن كان قليلا ما يساوي درهمين ومع هذا حرمه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن جابر ابن سامرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله الجماعة إلا البخاري قتل نفسه بمشاقص نوع من السلاح جزع والعياذ بالله فقتل نفسه هذا دليل على أن الإنسان لا يقتل نفسه بأي حال يصبر إذا مريض يصبر إذا أصابته شدة إذا جريح يصبر ولا يقتل نفسه تحت أي ظرف فإن قتل نفسه فهو متوعد بالنار نعم اللي يفجرون ويقتلون أنفسهم في هذا التفجير من هذا النوع قتلوا أنفسهم والعياذ لله نعم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري نعم خامسا الصلاة على من قتل في حد نعم من قتل في حد كحد الرجم وحد حد الحرابة وحد هذا يصلى عليه لأنه مسلم وإن كان إنه مجرم في الحرابة لكن هذا لا يسقط حقه في الصلاة على جنازته نعم الصلاة على من قتل في حد أن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل في حد قتل في قصاص ليصلى عليه قتل في حرابة نعم وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم أحصنت قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى نعم فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه طواه البخاري في صحيحه نعم هذا فيه أن أن من اعترف على نفسه بالزنا لا بد أن يعترف أربع مرات أربع مرات أما اعترف مرة مرتين ثلاث فلا يوخذ بها هذا الرجل اعترف على نفسه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد ليطهره فالرسول يعرض عنه ويقول ما يخالك زنيت ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتدري ما الزنا قال نعم فعلت منها كما أفعل في زوجتي ما يفعل الرجل في زوجته قال غاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم يعني الرسول يريد يفتح له باب الرجوع لكنه لم يرجع أصر تضاقت به الدنيا فأصر لأجل أن يطهره صلى الله عليه وسلم فرجم أمر برجمه لما أقر على نفسه أربع مرات ولم يتراجع حتى لو أقر أربع مرات وتراجع يترك لأنه لما فر قال الرسول لو تركوه لعله يرجع لكنهم أجهزوا عليه ورجمه فما تصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محل الشاهد فالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود أربعة شهود يشهدون على أنهم رأوه عياناً في أبصارهم يزني أو يقر على نفسه أربع مرات فإنه حينئذ تقرر عليه الرجل فيرجم بالحجارة حتى يموت حتى يموت ولكن هذا لا يمنع من الصلاة عليه لأنه مسلم يصلى عليه ويدعى له سواء ثبت عليه الحد الرجم بإقراره أو بالبينة فأرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرى فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا يعني أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بعد ما رجم أثنى عليه الرسول وصلى عليه هذا محل الشاهد وهذا الرجل هو ماعز ابن مالك الأسلام نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه قالوا ولم يصلي عليه ورواية الإثبات أولى رواية الإثبات الذين أثبتوا أنه صلى عليه أولى بالأخذ لأن المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم خفية على النافي نعم ورواية الإثبات أولى وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية نعم وقال له تذلك صلى على المرأة الغامدية التي مثل ما عز جاءت واعترفت رددها الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت 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 فأمر بها فرجمات صلى عليها عليه الصلاة والسلام نعم وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المسلمين إلا نوعين الغال كما سبق قاتل نفسه قاتل نفسه لا يصلي عليه والإمام وولي الأمر ردعا له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ردعا له وليمثاله نعم وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه قاتل نفسه شوف قاتل نفسه الحين يقولون لا اللي يقتل نفسه في العمليات الاستشهادية هذا شهيد يقول لا ما هو شهيد هذا فعل محرما واستوجب النار والوعيد حتى ما يصلي عليه من أهل الفضل كيف تقولون أنه شهيد نعم الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله قتل نعم سادسا الصلاة على الغائب بالنية وعلى يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعزى في السقط الذي مات قبل أن تنفخ فيه الروح لا ما يأخذ حكام الجنازة إذا لم تنفخ فيه الروح لا تثبت له أحكام الجنازة ومنها التعزي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا سلي على السقط الذي لم تنفخ فيه الروح فهل ينكر على من صلى عليه نعم هذا ابتدأ في دين الله هذا ابتدأ في دين الله بدعة كل بدعة ضلالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة على الميت هي شفاعة له ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى شفاعة أحد فما توجيه ذلك نعم ما هو محصورا في أنه شفاعة له ما هو محصور هذا من معاني الصلاة عليه أن الشفاعة له وإلا هي مفروضة على كل مسلم مفروضة على كل مسلم بحق له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز الصلاة على الميت قبل غسله لا من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون ذلك بعد تغسيله إن صلى عليه قبل التغسيل لم تصح الصلاة عليه لا بد من إعادتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى شهداء وحد فيصلي عليهم صلي عليهم يعني يدعو لهم يا أخي الدعاء يسمى صلاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم يعني يدعو لهم نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأخذ من حديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وحديث أن الشهيد يوم القيامة إذا بعث فإن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك يقول هل يأخذ من هذا أن كل من مات على هيئة حسنة أو قبيحة أنه يبعث عليها هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو الرسول بتعليم الله له فنحن لا نحكم لأحد إلا بدليل إلا بدليل ثبت الدليل في حق المحرم الذي مات في إحرامه وفي حق الذي قتل في سبيل الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السقط إذا مات وقد نفقت فيه الروح فهل تكون الصلاة عليه واجبة أو مستحبة لا واجبة واجبة لأنه صار إنسانا صار إنسانا مسلما يحكم بإسلامه نعم يأخذ أحكام جنازة المسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أحكام المحرم المذكورة في باب الجنائز تنطبق على من كان حاجا أو معتمرا أو هي للحاج فقط نعم الأحكام المحرم المذكورة في باب الجنائز وتغسيله وتكفينه إنما أنا نجيب شيء من عندنا ولا نقيس هذا ما يدخل القياس هذا تبع النص فقط نمشي على النص لأنه مر الآخرة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل أحرم من المطار نعم رجل أحرم في المطار في إيش في المطار في المطار نعم أسبح تقول في المطار في المطار نعم ثم توفاه الله فهل يعامل معاملة المحرم أم يغطى رأسه ويفعل به كالميت غير المحرم نعم الميت إذا مات في إحرامه يعامل مثل ما عمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه وردت زيادة رأسه ولا وجهه رواية في مسلم يقول هل يقول بعض العلماء إن زيادة الثقة مقبولة فهل يأخذ من ذلك أن المحرم الجمهور يقولوا لا رأسه بس ما يغطى رأسه الجمهور ومن المحدثين من يقول رأسه ووجهه وهذا أخذ به الشيخ بن باز رحمه الله فيرى هذا نعم رضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا خشي المصلي على الجنازة أو إذا خشي من أراد الصلاة على الجنازة أن تفوته الصلاة إذا إذا خشي من أراد أن يصلي على الجنازة أن تفوته الصلاة وهو محدث فهل له أن يتيمم محدث فهل له أن يتيمم لا لم تجدوا ماء ما يجدوا التيمم إلا لأحد أمرين إما مريض ما يقدر على استعمال الماء وإما مسافر لا يجد الماء لم تجدوا ماء فتيمم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم لكن إذا توضى إذا توضى يصلي على الجنازة إما قبل دفنها وإما بعد دفنها على القبر ما تفوت صلاة الجنازة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا ولم يأمهم أحدهم يقول هل هذا كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أم الداعي إلى ترك الإمام هذا بإجماع الصحابة أنهم لم يقدموا إماما صلي بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ثبت أن رجلا اختلس مالا من بيت المال ثم مات فهل يصلي عليه المسؤول عن الدائرة أم يقاس على الغال لا المسؤول عن الدائرة ليس إماما لمن صلي عليه الإمام الأعظم إمام المسلمين نعم إذا ثبت أنه غال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الغلول يطلق على من أخذ مالا من بيت المال أو هو خاص بالغنيمة فقط لا المال المشترك المال المشترك بين المسلمين لا يأخذ منه أحد إلا بإذن الإمام فمن أخذ بغير إذن الإمام فهذا نوع من الغلول هدايا العمال غلول كما قال صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من يموت وهو على ثغر من ثغور المسلمين بالحراسة هل يعتبر شهيدا ولا يصلى عليه إذا قتل ما نثبت شيء من عندنا لازم دليل على هذا لازم دليل ما نترك الصلاة عليه إلا بدليل نعم ولا نعتبر شهيدا إلا بدليل نحن لا نشهد لأحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد لنرجو لأهل الخير ونخاف على أهل الشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن عامر ابن الأكوع رضي الله عنه لما أراد أن يضرب مشركا ضرب نفسه بالسير فأظن الصحابة أنه قتل نفسه تبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد نعم ارتد عليه سيفه ارتد عليه سيفه فمات صار شهيدا لأنه يريد نصرة الحق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة حامل وتوفيت في حادث سيارة فأمرأة حامل فحصل لها حادث سيارة وتوفيت هل تعتبر هذه داخل في الشهداء من مات بحدث حادث مفاجئ من المسلمين ترجى له الشهادة ترجى له الشهادة لكنها مثل ليست مثل الشهادة في سبيل الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا أصيب الرجل بمرض يقول مستعص كالسرطان عافان الله وإياكم وعلم أنه ميت لا محالة فهل يجوز له أن يوقف مثبطات المرض والعلاج لكي يسرع إليه الموت إذا اشتد به الألم تداوي مباح ليس واجبا تداوي مباح ليس واجبا إن شاء تداوى وإن شاء لم يتداوى أو لازم إلا عند بعض العلماء يرى أنه واجب لكن عند الحنابلة يقول يباح التداوي اتفاقا نعم ولا ينافي التوكل هذا في متن الزاد يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى إن شاء تداوى وإن شاء لم يتداوى نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين فيكون هذا نوعا ثالثا تترك الصلاة عنه ؟ هل؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين isn't that it set to ask لكن لما فتح الله الفتوح وجاءت المغانم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار يسدد عن المدين من بيت المال ويصلي عليه نعم رضينا في الشيخ وفقكم الله يقول الزاني إذا شهد عليه أربعة شهود وأنكر هو ذلك فهل يقام عليه الحد فهي نعم إذا شهد عليه أربعة شهود قامت عليه البينة نعم رضينا في الشيخ وفقكم الله الذي يقر على نفسه بالزنا هل لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات في مجلس واحد لا ما هو بلازم في مجلس واحد إذا قر على نفسه أربع لأنه الذين قروا عند الرسول ماعز والغامدين ما كانوا في مجلس كانوا يترجدون على الرسول كل يوم يطلبون منه إقامة الحد عليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من وقع في جريمة الزنا فهل الأفضل له أن لا يعترف بذنبه بل يتوب بينه وبين الله نعم الأفضل له لم يبلغ السلطان ذلك الأفضل له أن يتوب إلى الله ليستر نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول إنه إمام مسجد ويسأل يقول هل لي أن أصلي على الجنازة قبل صلاة الإمام لأنني لا أستطيع الصلاة عليها في المسجد معهم بل أذهب إلى مسجدي قبل ذلك لا لا ما تعتدي على الإمام الإمام أولى بالصلاة على الجنائز التي في مسجده فلا تعتدي عليه صل معهم إذا صل أقول لا إذا منه ما تحدي تيسر لك الحمد لله تذهب إلى المسجد الصلاة في مسجد تواجبة عليك أما الصلاة على الجنازة ليست واجبة عليك نعم الأمر واسع في هذا ولهذا انهابه المسألة في ما يفعلون الآن ينهبون الصلاة على الجنازة يروحون لا هذا ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء للميت جماعة بعد دفنه ويكون الدعاء في المقبرة هل هل يجوز الدعاء للميت بعد دفنه الدعاء جماعة في المقبرة جماعة لا لكن يقفون على قبره بعد الفراغ من دفنه ويستغرون علىه ويسألون الله له التثبيت وقت سؤال الملكين هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به صلى الله عليه وسلم قال استغضروا لي أخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من البر أن يزور الرجل قبر أبيه نعم من البر دعاء لأبيه بعد موته أو ولد صالح يدعو له زيارة قبره السلام عليه هذا من البر نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الساعة ليقول في قريتنا يتم جمع عظام الموتى لمكان اسمه العظامة وذلك من أجل إفساح المكان للموتى الجدد فهل هذا الفعل جائز؟ هذا في البلاد الأمصار الكبيرة التي ليس فيها فضاء مقابر جبانة يضطرون لهذا يضطرون إلى أنهم يجمعون الأموات في غرفة ثم يأخذون عظامهم ويضعون في مكانه آخر وآخر وهكذا فإذا امتلأت الغرفة بالعظام يشلونه ويدفنونه برّا في مكان آخر الحاجة نعم قضية الشيخ وفقكم الله ويقول أيضا في قريتنا بعد الدفن فإن أهل الميت يصطفون صفا واحدا لاستقبال العزائي في المقبرة فهل هذا الفعل جائز؟ هذا لا أصل له هذا لا أصل له هو ربما يتطور ويزيد ويصبح من البدع في المقابر هذا التعزيه لا يبلازم في المقبرة تعزيه في أي مكان ولو تتصل به بالجوال أو بالتلبون وتعزيه لا يخال أمرها سهل نعم قضية الشيخ وفقكم الله يقول مرة معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم في المصلى فهل يجوز إقامة الحدود في المساجد؟ ما هو في المسجد؟ في المصلى مصلى العيد يعني كان صحراء كان صحراء؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الأحاديث التي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أقيم عليه الحد هل فيها رد على الخوارج والمعتزلة؟ نعم أن يكافرون الكبائر هذا رد صريح عليهم لأن الزنة كبيرة ومع هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجوم هذا رد على الخوارج يقولون أنه كافر يسأل الله العافية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا مات المجنون والمعتوه وصلي عليه فهل يدعى له مع أنه غير مكلف أم يدعى لوالديه؟ الكبير يدعى له هذا الذي هذا الذي ثبت به الدليل البالر والكبير يدعى له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من قتل نفسه جزعاً وتسخطاً من أقدار الله فهل يقال بأنه كافر بذلك؟ لا يقال أنه قاتل لنفسه مستحق للوعيد مستحق للوعيد ولا يترك ما يترك ما يصلي عليه لأنه ما جال مسلماً لكنه ارتكب كبيراً وعرض نفسه للوعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صفين ثلاثة أربعة لو ما تمت الصفوف لا ما فيه بس تعدد الصفوف لو ما تمت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إنساء إن دخلت المسجد بعد صلاة العصر وجلسته ثم تذكرت بعد ذلك أنني لم أصلي تحية المسجد فقمت وصليت فهل فعلي هذا صواب؟ إذا نسيتها إذا نسيتها غلى غلى بس تقوم تؤديها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن للإمام أجر من صلى خلفه من المأمومين؟ نعم إذا أحسن الصلاة بمن خلفه فله أجره وأجر من صلى خلفه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الدخول إلى دورات المياه أكرمكم الله ومع الشخص البطاقة الشخصية التي فيها اسم الله وأيضا الأوراق النقدية هي تخليها الأوراق النقدية بر هذا زين يأخذ هنا المحتاج ما يخالف هذا لا بأس الأمور الضرورية والتي تخاف عليها تدخل بها ما يخالف لكن تخفيها تجعلها بجيب تجعلها نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه إذا أراد أن يدخل الخلايا يدير خاتمه إلى باطن كفه يعني عليه محمد رسول الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا اختلفت فتاوى أهل العن في مثل ما نحن فيه من هذه الفتن والعلماء جميعهم من أهل السنة فما منقفنا الصحيح الأمور العامة ما يفتي فيها الأفراد الأمور العامة يرجع فيها إلى الجهات المختصة دار اليفتاء في أمور الفتوى القضى في أمور القضى أما الفتاوى الفردية فاللي عنده علم يفتي فيها الفتاوى الفردية الذي عنده علم يفتي فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعدما ينتهي الخطيب في صلاة الاستسقاء من خطبته ويدعو مع المأمومين فإنه يتوجه للقبلة ويدعو السؤال هل يقلب رداءه قبل بداية الدعاء أم بعد انتهائه قبل قبل يقلب القبلة ويقلب رداءه ثم يرفع يديه ويدعو والمصلوم كذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المرأة إذا ماتت فهل يجوز للأجنبي عنها أن يركب معها في السيارة أثناء نقلها إلى المقبرة ويحمل نعشها ويباشر دفنها لا بس له أن يركب في السيارة التي هي فيها له أن ينزلها إلى قبرها ولو كانها أجنبياً لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ظهر في الآوينة الأخيرة عباءات للمرأة وملابس مزخرفة فهل يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذه العباءات؟ لا العباءة ليست للزينة وإنما هي للستر وليكن فيها زينة بل هي تكون فوق الثياب التي فيها زينة فوق الثياب الجلال والملاءة والعباءة تكون ستراً للثياب التي فيها زينة فوقها لا يكون فيها زينة أبداً نعم تكون سادة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا رجل يقول إنه سافر إلى خارج المملكة فصلى في غرفته بعد وصوله إلى ذاك البلد صلاة الفجر والظهر والعصر إلى غير القبلة لعدم وجود من يسأله ثم علم في صلاة المغرب فماذا عليه بالنسبة لتلك الصلوات إذا كان البلد فيه مساجد ينزل وشوف المساجد وين قبلته إذا كان البلد فيه مسلمون والفندق فيه مسلمون يسألهم وين القبلة ولا يجتهد لأن عنده من يرشده إنما يجتهد إذا لم يكن عنده من يرشده ولا علامات ولا شيء ويجتهد ويصلي وتصح صلاةه فأينما تولوا فثم وجه الله أما الذي يمكن يعرف القبلة بواسطة المحاريب بواسطة المسلمين الموجودين يسألهم هذا لا عذر له يعيد الصلاة نعم ويقول كذلك وفقك الله يقول إنه صلى المغرب هناك خلف إمام كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه وسلم تسليمة واحدة عن يمينه فهل الصلاة صحيحة خلفه؟ نعم الصلاة صحيحة صلي خلفه ولا بس ولا تترك الجماعة لأن رفع اليدين ما هو واجب هذا سنة تسليمها الثانية أيضا عند بعض العلماء سنة هذه المسألة يعني أمرها سهل ولله الحمد ولا يترك الصلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولو كان الإمام يخالف في بعض المسائل اللي هي محل نظر ومحل ما ما يخالف صل وراء لو أنك ترى أن الراجح غير ما ذهب إليه ما يخالف نعم المسلمون أول عمها الأربع وأتباعهم يصلي بعضهم خلف بعض معا بينهم خلاف في كثير من المسائل نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قد حججت في العام الماضي وقال لنا المسؤول عن الحملة أن نطوف طواف الوداع قبل مغادرة مكة بيوم فطفنا يقول هل علينا فدية في ذلك؟ إذا كنتم بقيتم في مكة بعد طواف الوداع قمتم يوم أو أو بدتم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر